بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم طبعا الافتتان والاختبار هو سنة من سنن الله ومن سنن نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وجاء في المرويات عن أهل بيت العصمة والطهارة لو كان إنسان على قمة جبل لبعث الله له من يختبره فلذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول إن أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون ثم الأمثل فالأمثل وأن البلاء ليأتي للمؤمن التقي أسرع من سقوط المطر إلى قرار الأرض الإنسان يختبر يمر عليه اختبار ما من إنسان مؤمن إلا ويمر عليه الاختبار والابتلاء التمحيص مثلا الإمام الصادق عليه السلام هذا حديثه يقول إن أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أذي نبي كما أذيت طبعا بأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين ما أذي نبي كما أذيت شوف أن بعض الناس يعني أبو طالب على سبيل المثال حتى نعود على الحسين أبو طالب رجل يعني كتم إيمانه حفاظا على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والبعض تارة يقولون أنه مات مشركا وحاشاه والبعض يقول أنه مات كافر وحاشاه كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقبل أنه يتزوج من امرأة ويكون وابنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هذا بغضا لأمير المؤمنين سلام الله عليه لأن أبا طالب أبو أمير المؤمنين سلام الله عليه لذلك تارة يقولون في ضحضاح من نار وأخرى يقولون كذا المهم الاختبار والابتلاء على مراحل لو نرجع إلى كربلاء الحسين سلام الله عليه كيف انتصر الدم على السيف أولا نقسم كربلاء إلى ثلاثة أولا القسم الأول المرحلة الأولى قام بها مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين سلام الله عليه بعدما طولب من الإمام الحسين عليه السلام يعني المجيء إلى الكوفة وفي رواية 88 كتاب وصل إلى الإمام الحسين آخر كتاب وصل إلى الإمام الحسين عليه السلام يا ابن رسول الله إن لم تقدم إلينا شكوناك إلى جدك يوم القيامة الإمام سلام الله عليه بعث إليهم مسلم بن عقيل قال بعثت لكم أخي وابن عمي وثقتي وثقتي والمفضل عندي مسلم بن عقيل بعث معه دليلان ومات في الطريق بعث الثالث فوصل مسلم إلى الكوفة لكن قد البعض يسأل أن الإمام الحسين عليه السلام بعث مسلم للقتال أم لغير ذلك لا طبعاً الإمام الحسين عليه السلام لم يبعث مسلم بن عقيل للقتال وإنما بعثوا استكشاف الأمر استطلاع الأمر مع هذا بيع مسلم سلام الله عليه بيعني تقريباً مئة ألف أو يزيدون على ذلك والحال أن هؤلاء الذين بايعوا انقلبوا ضده فعندما انقلبوا ضده يعني أراد أحد أن يوصله إلى طريق آمن شوف إلا هذه المرأة طوعة كانت تنتظر ولد لها وكان مسلم على باب دارها قال أمت الله أما تسقيني الماء أما تؤويني هذه الليلة وسيكافئك جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم قالت من أنت قال مسلم فالقضية لم تنتهي بهذا انتهت باستشهاد مسلم بن عقيل سلام الله عليه وهو سفير الإمام الحسين عليه السلام المرحلة الثانية لكربلا هو الإمام الحسين وأخوته وأهل بيته وأصحابه في يوم العاشر من المحرم والملحم الكبرى وهو انتصار الدم على السيف ولذلك الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام هو هذا وهو القائل إن من هوان الدنيا على الله الإمام الحسين عليه السلام إن من هوان الدنيا على الله أن يطاف برأس يحيى بن زكريا في البلدان ويهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل وكأني برأسي يطاف في البلدان ويهدى إلى بغي من بغايا بني أمي وفعلا هذا الأمر حدث هستقد البعض يقول لما قطع رأس الحسين وأصحابه يعني البعض في الأخبار يقول أنه يعني يخافون من الإمام الحسين حتى وهو ميت زيان البعض يقول أنه أراد به الهدية فطيفة برأس مولانا الإمام الحسين عليه السلام من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام بطريقهم إلى الشام هنا انتصار الدم على السيف وضعوا الرمح الذي عليه رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى جانب بيت ديراني نصراني يقول بالليل وإذا رأيت النور من تلك البكان إلى عنان السماء يقول سألتهم هذا رأس من قالوا هذا رأس الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن ابنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني هذا رأس ابن ابنت نبيكم قالوا بلى قال لهم النصراني لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا يعني انخليه بطن عيوننا أو أنتم تفعلون هكذا برأس ابن ابنت نبيكم فأخذه قال أما تعطوني هذا الرأس سواد هذه الليلة قالوا ولا يضرنا شيء أعطوه الرأس أخذ يمسح الدم الزاكي المقدس من الرأس الشريف وإلى أن أصبح الصباح هذا النصراني لما رأى الكرام من رأس الإمام الحسين عليه السلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن جدك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم الرجل وهذا هو انتصار الدم على السيف وهناك كرامات أخرى لما أدخل الرأس الشريف على عبيد الله بن زياد في الكوفة تقول الرواية يقول السيد المقرم سيد عبد الرزاق المقرم رجل محقق يقول لحقته نار يعني لحقت عبيد الله بن زياد نار يقول وإذا بالرأس الشريف الدم قال إن لم تصبك هذه النار في الدنيا فهي مثواك في الآخرة وهذه طبعا كرامة للإمام الحسين عليه السلام وهذا هو انتصار الدم على السيف شوف أن الإمام الحسين في أي موضع في أي مكان وفي كلام تكلم الإمام الحسين عليه السلام تكلم الإمام الحسين عليه السلام وفي مواضع أخرى نذكرها في محاضرات أخرى طبعا كرامات الإمام الحسين عليه السلام لا تعد ولا تحصى نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وشفاعته يوم اللقاء إنه سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين